وتشينها السيارات وش بيها تقمز مثل الجهر شوف هنا النظامين الأول نظام تعليق هادروليك يعني يشتغل بالزيت مو سبرنج هذا اللي يستعملونه بالسيارات الأمريكية القديمة تكون بمضخات زيت كهربائية الضخة زيت النظام التعليق فالسيارة ترتفع ليش لين نظام التعليق انترى الزيت ومن يردون ينزلون السيارة يفرغون نظام التعليق من الزيت ويرجعون للمضخة والخزان هذا الحشب هاي السيارات يصير بثوانا قليلة لين هيش استعراضات تتطلب أكثر من مضخة زيت حتى تصير العملية سريعة نجي لنظام التعليق الهوائي هذا تكون بي مثل النفاخات أو البالونات بمكان السبرنجات هاي النفاخات إذا امتلت هوا راح ترتفع السيارة والشي اللي يمليها هواء هو مضخة بس هالمرة مضخة هوا وهم كهربائية هاي المضخة تضخل هوا الخزان الهوا شا مرة قلت هوا إلى أن يمتلي حتى من تجي ترفع السيارة يكون عندك هوا جاهز بالخزان وذا تريد تسرع عملية الرفع والخفض همين لازم تستخدم أكثر من مضخة هالنظام يتحكمون به عن طريق ريموتي جوية النظام أو عن طريق تطبيقه بالتلفون وهاي المرسدة الخبسطون بيها تستخدم نظام تعليق هواي والظل يتقمز هذا التقمز يفيده حتى 3 غرز السيارة بالرمال أو بالوفروت طبعا توقع شايفين أنه أكو سيارات مني نزلونها تقعد علقاء حرفيا بهاي الحالة السيارة ما راح تقدر تمشي ولا راح تقدر تلوف التاير غير لما نرجع يرفعها فهاي التقايدة ما السيارة قاعد علقاء فقط للاستعراف